صباح الخير و اهلا سهلا فيكم بحلقة جديدة من سبوت اون وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان راديو تومورو استراليا وحتى عبر اليوتيوب الشانل الخاصة فيه فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا الحلقة صوت وصورة اه قلت لكم اسبوع الماضي انه يمكن صار صعب نقول صباح الخير بزول كل الظروف يلي عم نقطع فيها اه لبنان بعده بحالة حزن بحالة اكتئاب وهيدي الفايبز يلي كلها موجودة بالبلد عم تنتقل لكل ابنائه ابنائه يلي عم يخسروا بعضهم يلي عم يخسروا اشخاص شهداء باسم الوطن وبنفس الوقت كلنا مش عارفين اي مجهول مكتب لنا مش عارفين اي جهة بدنا نصدق لانه كل حدا بيحكي شي كل محلل سياسي بيطلع بيفسر الامور على زوءه واكيد هو مش فهمين متله متل كل لبناني بس طارع يعبي هوا بيزول كترة المنابر وكترة المباشرات يلي مفتوحة اليوم لقلن يلي هني ويمكن حتى الدول الكبيرة ناطرة صفقاتها لتخلص تنعرف المنطقة كلها وين رايحها ما بقى حدا يضحك علينا ويقلنا رايحين لهون ورايحين لهون وعارفين حالنا نحنا وين رايحين لانه بس تخلص الصفقات وبس نعرف وين هاي دي البلد بدو يرسي ومع مين بدو يسلم واي اتفاقية سلام بدو يكتب واي معاهدة بدو تنعمل وانتخابات رئاسية مين بدو يربح فيها بالخارج ساعتها بنعرف مصير لبنان يلي كل حزب للأسف بيعوا لجهة ضيفتي لليوم ضيفة أنا عزيزة على قلبي هي من عائلة سياسية بداية لاحقا فنية قدروا بيفنون يوصلوا لبنان للعالم كله سوا ينقلوا الصورة يلي بتشبهنا الصورة الحلوة وبنفس الوقت دايما بتحكي مشاعرة مشاعرة الوطنية يلي ولا مرة بتكون عم بتكذب او بتكون عم بتخون هي اللي بقلبها شو فيه ألين الحود بونجور بونجور صفا يعني تعرف هدي صفا صارت هيك متل ريفلكس بنقول ايه حمد الله يمكن لأنه بعدنا عايشين ونتنفس بس من جوة ما باتقت حدا منيح يعني بها الفترة ألين يمكن مش أول حرب بتقطع عليك ويمكن لأنه انت من بيت سياسة بتكتر الأحاديث السياسية وبيكتر التفكير أكتر ولأنك من بيت فنة كان المسرح تبعهم بالحرب اللبنانية يفتح كرمالتا يقولوا للعالم وقفوا الحرب تاع كل هول القصص بتدعي انك أول شي اليوم تكوني موجودة معي وبنفس الوقت بتخليك من جوة تكوني عم بتفكري زيادة تكوني عم بتقولي وين أنا مستقبلي وين داع بيظل كل شي عم يقطع فيه لبنان خلال هيدا السنوات ولا مفروض استثمروه بطريقة مختلفة لك صراحة بهالمرحلة في تساؤلات كتير عم تقطع براسي ما بخبي عليك يعني تعلقه بلبنان وحبه لهالبلد ما تغير منه إنش بس أكيد تساؤلات دائمة إنه طيب وبعدين خاصة نحن يلي بمجال أول ناس بيقف شغلنا وآخر ناس بيقف شغلنا المسرحيات يعني يخاطره بوقت كان في قتل على الهوية وكل هالإشياء اللي بنسمع عنا من أهلنا بوقتها كان الفن نوع من متنفس بس كمان المسرحيات روميو لحود كان فيها رسيل وطنية دائما لأنه دائما في لبنان موجود بالقصص بالقصص وبالرسيل اللي كان يقطع بمشاهده وبمسرحياته اليوم للأسف توقف هيك بتحس إنه متل نحن بدائرة مش عم تخلص فيها هالمصايب من سنين لليوم وعم نجرب نحن يمكن نطلع من اللي عاشوا أهلنا بس عم تنفرض علينا ظروف نحن ما اخترناها بس كمان بتجي بتقول تب فيل بترك هالبلد لمين صحيح أنا عم بتضرر على السعيد الشخصي وكتير من اللي بيشتغلوا معي كذلك الأمر بس أنا بدي فيل كمان إنه بلش بمطرح تاني من السفر مننا كلمة بالتم مننا هاينة وإذا فلت هل عم بفتح مية بالمية وبعدين عم بفتح مجال لمين يجي يخد لأرض ويقعد فيها مين أحق مني ومن المواطنين اللبنانيين الآخرين هلأ ما عملوهم اللي فل حقهم أو اللي معوض أصلا يعيش برا ما بينلم إذا إجا فرصة وانصدم باللي شافه نحن يمكن شوي صار عدمنا بيحمل أكتر يعني قسة أكتر بس كمان وصلنا لمرحلة وكت عم بحكي مع بعض الأصدقاء إنه تقلت شوي همتنا يعني فكرة هيدا النطرة على إنه وبعدين وشو رح يصير وهيدا إذا بدك الشيء الغير معروف يلي عم بيروحوا عم نخسروا مية بالمية يعني دايما منقول إنه أغلى أسمن شي هو الوقت صح هالوقت يلي عم يحرقوا لنا يام من قيامنا حقه مصاري صح صح وتأجي استغل إنه قاعد أعمل أغاني وطنية بصراحة رالف مني أبدا بهيدا المود أبدا مع احترامي لكل الناس بس إنه كمان مش كل مناسبة بدأ نستغلة تنعمل نوع من إكسبوجر لنفسنا ونقعد نبعد برودكاست ميسجز ونطلع عالسوشال ميديا أنا بفضل نطلع عالسوشال ميديا مثل ما عم بيقولوا الآخرين ما بقى بس إنه صلوا لبيروت أو صلوا للبنان وصلوا الصوت لازم يوصل شو أنت إذا بدك تطلع بسلوغان شو بتطلع أنا كتبت من فترة وفي كتير ناس أشاديت وناس خافت لأنه عندها مصالح قلتلون لابدنا إضاءة للاعلام اللبنانية ولابدنا شعارات صلونا بدنا تسترجوا تعلوا الصوت برا وتقولوا شو اسم العدو وشو عم يعمل وتصوروا مظبوط الحقائق لأنه هلأ السوشال ميديا من وقت حرب غزة لبلشت شوي تفضح قدام العالم الغرب الحقائق يلي صار لها سنين مخبئين بس عالين أنت بتسترجي تقولي هيدا الشي لأنه ما عنديك مصالح خارجية مع الدول يلي عم بتشغلها الفنانين طبعا أنا علاقتي جيدة أنا بروح وين ما كان بس أنا عم بحكي حقيقة هي موجودة ببلدي بس ما عنديك مصالح إذا بنا نقول جدية يعني مش إنه مثلا تنقول في دولة متبنيتك وعم تعملك حفلك اليوم وعندك مواسم فيها بس أنا ما عم حارب هليك الفنانين عندهم وبكل صراحة ما بيسترجوا ينزلوا بدك قللك شيء أي شيء موحزي أنا بحس إنه هات أي دولة رح تحترمني على وطنيتها لأنه أنا أول شيء مني عم هنا لهيد الدولة شو ما كانت أكانية أوروبية أو عربية أنا عم بحكي عن بلدي أنا بلدي عم تنتهك حقوقه مش من هلأ أنا بلدي يعني احتلوا وعم يجربوا يرجعوا يحتلوا وعم يختصبوك اليوم ما بدي دافع عن وطنيتها وعن بلدي يعني أنا ما إلي أصل أنا إذا بدي يكون ولاي إلى الغريب قبل لأرضي بلاني 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 إذا موضوعي هو بس مصاري ومصالح بلاني يعني أنا ساعتها أحسن لي ممكن ما تكون بهيد الأرض أنا هيدا أرضي أنا منطلقة منها أنا أصلي منها أنا اللي خلى غير دول تعرفني أو تدعيني لشارك بمهرجناتها أو بحفلتها هو هيدا البلد اللي أطلقنا بتقولي بتقولي حمد الله أنه نحنا اليوم منا بالساحة السياسية ولا بتقولي يا ريت بيتنا بعضوا بالساحة السياسية بهيد ده حمد الله حمد الله أنه جدي هدد عمي وبي أنه إذا بتفوتوا على المحترك السياسي أنا بتبرى منكن وكل يوم بقول الحمد الله لأنه أنا بي اللي هو شخص ضليع جدا بالسياسة وعامل علوم سياسية وتاريخ وكان ممكن يكون مشروع رجل سياسة بسهولة وبعضهم اللي هلأ عنا بالمنطقة كل فترة وفترة بيقولوله لازم ترجع أنت تنزل على الانتخابات وتاخد مقعد بيك ورفض قاطع وحتى ببعض الوزارات نعرض اسمه من كم سنة وحمد الله أنه الموضوع كان مش وارد عنده أكيد لا ليه الحمد الله ليه ما منقول أنه بلع بدنا هول الأشخاص يلي يمكن صاروا يحبوا لبنين أكتر من مصالحهم أكتر من صفقاتهم أكتر من أي شيء لأنه هول الناس اللي ما رح يقدروا يعملوا شيء هول الناس اللي ما رح ينعطاهن أصلا المجال أنه يكونوا قادة أو يكونوا إذا بدك يفتحوا طريق لكتار منهم تيعملوا هالتجديد أو تيعملوا هالتغيير هول الناس اللي ممكن لا سمح الله عم بحكي لو كان بيغتالوهن هول الناس اللي مجبورين يكونوا تبعية تيمشوا بخط معين تينقبلوا لبحياتنا تبعنا الزعيم ولبحياتنا تحذبنا ولبحياتنا كان عنا ولق إلا لوطننا وحمد الله ولليوم ومنقول رأينا على صوت عالي لأنه ما عنا خوف نحن بالآخر ما منخف غير من ربنا لأنه عن جد بيقولولك صاحب الحق سلطان بس بهيدا البلد صاحب الحق ما أقول حقه فش بدك تطلع تحكي على المنابر تتعمل شو ليش جدك الرجل السياسي كان عم بيقول لهم ما تفوتوا بالسياسي لأنه شافوا الوسيخة اللي فيها لها السياسي نسحب هو بعز مكان شخصية مرموقة بيحكو لك عنا ببلاد جبال ومش بس بعمشيت وجده عمل سياسة بالأرجنتين كان مستشاره للجنرال بيرون لمدة 25 سنة وكان وزير بي بحكوماته فزلم كتير ضليع بالسياسي وقت اللي إجا وشاف الأرف قال لهم لأولاده وقال لكل محيطه هاي دي اللعبة مش للانضاف للأسف هي مفترض تكون لخدمة الشعب ومفترض تكون عمل كي بيقولوا هيك نبيل وراقي لأنه أنت عم تخدم بلدك وقضيتك وشعبك وناسك مش عم تسرقهم وتنهبهم وتقتلهم تتحك عليهم أنت وعم تقنعهم إنك حميهم وقتها شاف الوسخ اللي جوا دغر نسحب بكبر جدا وبدون أي تعلق بالكرسي اللي هو شي كتير قال لي اليوم موجود بالوسط السياسي لأنه كلهم علق بالكرسي ودغر نبهن قال لهم قوعة حدا منكم يفكر يعمل سياسي عمي أصلا ما كان الموضوع وارد عنده بي لأنه ثورة جاء أكتر خاف على زيادة قاله وأنت بالأخص لترالي بكسر لك إجريك إذا عرفت إنك رح تفوت على المعترك السياسي وأنت أنا حتى نعرض علي مع أنه أنت بتحب السياسي بتحب التابع كتير عندك أرائك يعني اللي بيراق بك بلاحظ إنه ما في شيء لما بتكوني علقت عليه أو عطيتي رأيك فيه أنا وطنية رالف وأنا جاية قلتلك أنا جاية من عائلة سياسية وبيز لما سقافته واطلاعه والأحاديث اللي منحكيها بالبيت أنا شبعني من هالموضوع مش ناك أوقات ما لجد ناقش ناس بيقشعوا لهون بس شو يعني أنا وطنية اليوم الأوجة وطنية والعونة وطنية والمقاومة وطنية وكل واحد إشع الوطن بعيونه بس ولئن للزعيم قبل الوطن بس كلهم كل واحد إشع وطنه بطريقة معي ولئن لا إشعين وطنه عبر زعيمهن أنت عبر مين إشعتي؟ أنا إشعوتك مواطنة لبنانية عبيلة تعيش ببلد بحضارة بأقل حقوق أحصل عليهم بلما يجي يملي علي أي شخص ويكون عندي فعلا قائد للبلاد إذا هو رئيس جمهورية اليوم حسوا أنه هو حامل دستور حامل بلد حامل مجتمع حامل شعبه في مرجعية في أمون في حدا بلبنان اليوم ما تأثر بزعيم يوما ما إيه إنتي نحن عائلتنا لا بصراحة إيه كنا نتمثل بزعما نقول ياريت موجود منهم بلبنان ياريت بيجي حدا بيكون على القليلة عنده هالمواصفات هلأ كانوا كتير يشيدوا بالرئيس شامعون أكيد مش حقيقة ما أنا كانوا كتير يشيدوا بشخصيته بمواقفه يعني بكتير أمور بيشيدوا كتير بالعميد ريمون قد كمان وبمواقفه ولكن للأسف وقت اللي انعزل العميد ريمون قد ما عيد فيه عنده أي يمكن صلاحية غير أنه نسمع قراءه عبر المقابلات المسجلة بس تسألني اليوم لا لا ياريت أنا كنت بتمنى يكون فيه رمز اتأثر فيه وقول ياريت عنا حدا هيك أو ياريت بيرجع بيجي حدا مثل اللي إجي قبله عرفت شو قصدي بس ولا مرة بحقبال اللي انت إذا بدي أقولك تواعي فيها تأملت بحدا وخزلك لك مش تأملت وخزلني فيه ناس بحس ما نعطتهم فرص ممكن ممكن كان يعني ممكن فيه أمل انه خلينا يقول يقدروا يعطوا شي بس أنا ما بقى عند كتير رح كون كتير صريحة معك وسائلة اللي بدي أقوله رالف كتير بحس كل إنسان حقيقة ما رح تنعطاه فرصة إنه يوصل ويوصل صوته ويقدر يكون بموقع سياسي طالما نحن تركيبتنا هيك مثل اللي عم نعيشوا من كذا سنة رح يضل في محسوبيات ورح يضل في قوة خارجية هي اللي تسيطر أكانت من الغرب أو من الشرق لما يكون حدا بفكر إنه عميز حدا عن حدا فكل حدا حقيقة أنا بخاف عليه مع أنه بتمنى بتمنى دم جديد وبتمنى ناس جاري أو بتمنى ناس عن جد ما تكون جية من أي خلفية تحس إنه في عندها تأثر من ماضي معين أو من زعيم معين أو من طيار معين أو من جهة معين بس بصراحة اليوم ما عم كذب عليك لو في اسم صدقني ما بتردد قوله وبقوله على صوت عالي ساعتها بس ما فيه هالمرحلة كيف عم تعيشها تعبت بصراحة أنا شخص كتير إيجابي وكتير بتأمل عادة وعند إيمان بيربي وما زال هذا الإيمان ولكن تعبنا تعبنا لأنه نحن عايشين هلأ بتخبطات وعدم ثبات يعني مش إنه أنت عارف في شي معين بده يصير مركز بمطرح معين أنت عايش ببقوسة يعني بتطلع لك كل يوم ضربة بمال بعلمة كانت تمركز بمناطق معين صارت موزعة وين مكان ما عدنا عم نعرف إذا فيه مراكز عسكرية عم تنضرب لأنه فيه أماكن سكنية عم تنضرب مع ناس مدنية مخصن وكل حدا بيطلع بيقلك هيدا مطرح فيه ونسوان وولاد وما في شي ما في مراكز وما في مخازن وما في كل القصص فأنت عايش مثل ما بيقولوا هيك من قلة الموت وناطر بس شو ناطر ما بتعرف أنت عايش بنطرة أنا كل يوم بوعى بس ما في هدف أنا كتقوعة عندي هدف كتقوعة الصباح عندي هدف عندي نار منظمته محضرة شو بدي أعمل رغم أننا من 2019 مخربطة حياتنا بس نوعا ما كنا عم نرجع هيك نستمد شوية قوة من هون ومن هون وبدنا نستمر لأنه هاي نفسيتنا وهي كربينا بس أنا زهقت من قصة أنه إيه بس اللبنان بيرجع بيقف تركوا واقف بلا ما كل مرة بيقع ويرجع يوقف تركوا واقف من الأول وعم بيكفى هالطريق يعني تركوا حاش كل مرة بتلولوا دراعوا حاش كل مرة بتخلوا يحردب من أول نحنا هلأ نوعا أوكي مننطر أنا كتقى أحضر تلفزيون أنا كل يوم بدور كله نهار دير التلفزيون لأشوف شوفي بريكينج نيوز وتأسمع مع أنه ما بقلل جدا أسمع لأنه مثل ما أنت قلت كله صار بيحلل بالسياسة وكله صار بيفهم وكله بيطلع بيعتقرقوا عم شوف وجوه ما بعرف مين إني بصير بارقات بقول هالقدة أنا ما بقعرف من هون العالم من إني هون اللي كلهم صاروا بيفهموا بالسياسة وبيحللوا وياريت في شي مظبوط اللي عم نسمعوا هن اللي عم بيعملوا الحرب مش عارفين لون رايحين بدك اللي عم بيحل اللي يكونوا بيعرف بتقولي هيدا الحرب حربنا أو مش حربنا أو فوتونا فيها هلأ صارت حربنا فاتلة عندك هلأ صارت نحنا صرنا بمطرح عم يتعدوا علينا عم قلك هيدا الحرب مش حربنا بس فوتونا فيها أكيد لأنه هي حربنا من الأساس هلأ ما في شك أنه ما بدي أنا استسنع انه العدو من الاساس عينه على لبنان مش شي جديد مش انا عم خب بس نحن نحن كانت من سنة لليوم من نحرب لبناني كانت مو سينة دي لغزة مزبوط بس هالشي ما بيعني انه ما كان في نية انه يكون في تحركش لانه تحركش دايما موجود يعني ما بدي انا كمان كتير بري هال هالعدو الغدار يلي ولا مرة وفر انه ليك اربع قاب هول شو اللي نسمعوا الصوريخ والطيران ما كنا بحرب وما كان في غزة خلصنا بقى لكن ليش كل العالم خبت الحقيقة مثل كمان قصة هل هايدا المعادلة بتثبت انه باربع قاب اذا الاسرائيل هو يلي ضرب يعني النيترات يلي كان موجود هو لحزب الله تحزب الله ما اعلن انه اسرائيل ضربت واسرائيل ما اعلنت يعني يعني تخبت الحقيقة ليك دايما في حقيقة عم تتخبت بس تخبت من الجهتان رالف انا سمعت كتير سيناريوات بوقتها وصراحة قدمكت مخدودة بتذكركت اول مرة بطلع فيديو ببكي فيه انا بحيتي ببكي وانت بتعرفت لبي مقابلات قدمكت مأهورة وما بقى قادرة اتحمى الخضات لانه كنا انجق طالعين من خضة كورونا وصايرة الثورة قبل والابنوكة وكل القصص حسيت انه نحنا عن جد الشعب عم بحكي نحنا لانه ما عم بحكي اي حزب او اي جهة حسيت انه نحنا الشعب عن جد مثل واحد قاعد ببيته يعني مثل ولد قاعد ببيته مش حاسس بالامان لما امه ولما بايه يعني تخيل بدل ما يحتمي بامه وبيه صار يمكن عم يهرب منه ان يتخبى تحت التخت لانه حتى مش حاسس بالامان انا هيك للحظة حسيت انه مثل الشعب ما تروك وما في امان من ولا ميلي لا من اللي جوه ولا من اللي برا اصلا عارفت فمش ان هيك اليوم ما فينا جيوبك لانه في كتير ايبوتاز ممكن واحد يفوت فيها فينا قللك كتير اشياء وفينا كل شي قوله ما يكون مظبوط وفيه بارت من الحقيقة باللي عم قوله في كتير كومبينات تحت الطاولة وفي كتير ناس مسلمة ع بعضا ومتفقة مع بعضا وفوق الطاولة بتحكي الشي تاني انا اليوم ما بقى عندي سقب حدا انا ما عندي انا سمعت كتير اقويل واكيد انت كمان وتطمينات ولأ ما رح يصير هيك وانا طمنت ناس من ورا ناس كنت قوسها فيهم اليوم انا بقى فيك بقلك ما عندي جواب بقى لشي لانه صار كل شي وارد كل شي وارد صرت بتشك بخيالك صرت بتشك بخيالك لهالدرجة مش ان هيك انا بعرف انه العطرة عم بتكون على اللي مخصه ودايما بيدفع التمن متل ما متل ما هيدا المقولة المشهورة انه بكرا بتخلص الحرب وكلهم بيسلموا عبعدهم صح بتضل لأم الشهيد عم تبكي واللي خسر بيته وهو العطرة عليه واللي فل من البلد يعني العطرة بالاخر علينا عالشعب فاليوم شو ما رح اقول انا شو رح يغير وشو رح يأكد انه هاي الحقيقة مش هيدك الحقيقة ربك بس اللي بيعرف اليوم وقت عم تتابعي وتحضره وكل شي بعقل قرين شو بيدور في حزن اول شي كتير جواتي في حزن في حزن كتير كتير كبير وفي غضب في غضب بس ما عم بقدر طالعه ما عم بقدر طالعه يعني في غضب من اول شي من الدولة اذا فينا نسام يا دولة اللي مكتفة وبتطلع كل يومين ثلاثة اول شي عم بلش اكتشف وزارة ما بتعرف مين اني عن فكرة بتقول مين هيدا مين هيدا شو عم بتعمله شو عملته شو عملته شو عملته شو عملته بس بدقر شو عملته شو الرياكشن اللي عملت او الاجراءات فبصير بتطلع هيك انه نحن وين نحن وين هيدا البلد اللي تغنوا فيه كل الناس ونحن وين نحن شو عايشين شو ناطرنا انا هلأ في حزن وغضب وفي ضياع حكون كتير صريحة معك رالف انا اول مرة بحياتي من كزا سن الى اليوم بحس اني ضايعة بفل بضل بيخد افرات برا بنتر شوي بتأمل لانه في كل جمعة بيقولولك هالجمعة بيبين كل شي حصر لنا شهر وكل جمعة بيقولك هالجمعة بيبين اعطولا اخر الشهر اعطولا الانتخابة الامريكانية اعطولا اول السنة طب بنا نضال عايشين بهذا الريبير وبعدين هذا موت على البطيل انا حاسة هلأ بتعرف هاي بيسموه التورتير شنواز هاي دي اديما كانه وقت بدون عزبه نقطة نقطة لينفخت بالاخر راسه هيك عم حاسة لان احنا هيك عم نموت على البطيقة على البطيقة منموت مش كل الناس لانه في ناس مدبره حاله بس انه كيف يعني في ناس مدبره حاله يعني متل ما انت قلت اللي مفكر بمصلحته شاطر بس بالشعارات بس كلنا منعرف يعني انه مدبر حاله مش هلقدة يعني قضية الوطن غير بس عالسوشال ميديا عينيت له او بيهمه يصور حاله الشي اللي انا عفكرة ما احترامي لكل الناس وما بده حدا يفهمني اللي بلوغرز ينزلوا يتصوروا ما بدي حدد مينو كيف بس انه نحنا اليوم هلأ بمرحلة لازم توصل الحقيقة اكتر شو عم بيصير على الارض من مجازر ومن ضمار اكتر من انه ننزل نفرج عمالنا البطولية كيف نحنا عم نساعد لانه نهاري بدك تساعد اول شي هالناس اللي يوم عم بيسمون نزحوا هني بنتيجة لبنانية هولي ناس فلوا من بيوتهم هولي مش ناس كانوا على الطرقات سوفي عندهم كرامات يعني منحترم لهم شوية كراماتهم اول شي انلاس هني عابلهم يطلعوا يحكوا هيدا خيارهم بس مش بدنا نصورهم ونزلهم هولي مش ناس عم يصطعتوا اخر تنهار يعني بحط حالي انا او انت محلهم اليوم بنخسر بيتنا هيدا اكبر بهدل الانسان فما ضرور نبهدله زيادة يعني ونركز عليه ونصوره ونفرج انه ليك نحنا شو مناح ليك شو عم نعمل وقد بدك تقول له شخص انت خيه وانت نحنا من نفس البلد ونفس الجنسية وبيقوينا هيدا البلد بلك تتصرف معه هيدا الاساس بعيدا عن الاضواء انا هيدا رأيه صراحة يعني انا نداعت على كذا مطرح من الشروط الاساسية تبعي كانت انه بشارك بس انا بفضل انه ما يتضوى علي لانه مش الهدف يتضوى علي انا انا اذا فيني ساعد بانه اخدوا اعطمع هالناس يمكن نفسيا يرتاحوا يفشوا خلقون انه ننزل هالولاد نعمل لهم شوية جاو ما عنده مشكلة بس ما بدي انه يضوى علي انا لانه مش الهدف هون يتضوى علي مش نازل اعمل دعاية لحالي ولا هم اعمل كفر ونزل غنية مش وقتا بصراحة مش وقتا في كتير اغاني وطنية زي عجينيك الناس يلي عم بينازلوا كفرز او يلي عم بيعملوا هالاغاني الوطنية لان صرتي ذكرتين مرتين حتى في منهم يعني عملوا اغاني وطنية دون المستوى بعرف زي عجيني انا ما بياخدوا شي من دربة بس بلا طعمة بلا طعمة في اغاني كفية زهقنا من الاغاني الوطنية قد سلوى ما حدا عمل اغاني للوطن وانا كل فترة وفترة كتنزل لانه يبقى فيه مساج يعني المساج للبنان وشو نزل ابو 30 ثانية يعني هيك مساج بس انه هيدا الاستغلال اليوم لانه السوشال ميديا بتوصل اكتر وياريت متل ما قلت فيه شي ياريت فيه شي بيدق بالقلب من جوة تحس فيه انه عرفت يعني اخر شين عمل كان مؤثر كانت القصيدة طبعا نزار ابني اللي عملتها عنانسي عجرم هيكت كتير مؤثرة لانه الكليب كتير اجا بوقت قصة الهجرة يعني تصورت بطريقة مختلفة هيدا كان مساج ايه اثر فيه بوقتها انا هالغنية بكتنة وقت سمعتها بس من وقتها خلص بعدين كله بدي غني لبيروت خلص 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 ليه ما غنيتي خلص لبيروت وموطني وكل هول الاغاني اللي بيتحفونا فيهم خلص كمان هلأ هيدا الفترة وبيصيروا يحطون وراء بعض برأيك هيدول القصص ما بيحرروا وطن ايه مبلا مبلا مثل الرايح على الحرب بفرد مي عارفت كيف بيخد انا فرد المي وبوقف كيف يتحرر الوطن ايه سؤال كتير كبير اول شي باعتقد وقت اللي بيصير فيه ولاء للوطن وبيصير فيه اتحاد حقيقي مش بنا ما عم بحكي الشعار هيدا شي حلم عم بحكي ما بحيط رح يتحقق بس عبالي احكي وقتها بيجتمعوا ولاد فرد وطن على فرد قلب من سياسيين لشعب تيواجهوا كل القوى اللي حواليهم حتى لو كلفهم انه يموتوا ويدافعوا عن اردن بشكل انه لا هيدا عنده محسوبيات مع هون ولا هيدا عنده محسوبيات مع هون ولا هيدا عنده اعتبارات مع هون ومستعدي يموت في دا الوطن هون في كتير اشي بتتغير هون بيصيروا يحسبوه لك حساب حتى لو انت دولة صغيرة وحتى لو انت اليوم ما عندك قوة متل مغيرك عنده بس اده حلم انا بجعب لك اده حلم يعني اليوم انا ورالف وايكس وايجراج وزاد منتجمع على فرد قضي بدي اعطيك اجزامل هيدا حلم وبيبقى حلم باعتقد باعتقد للأسف بس اذا عن جد روح الوطنية بتطغي عم بحكي بالفعل مش بس بالحكة وبالشعارات ومنلقت بس الاعلام اذا عن جد منوصل لما ترح منعمل حسار بشري عم بعت اجزامل ومنوقف فيه كلنا ومنحمي نحنا ارضنا وحدودنا اول شي بيصير فيه اعتبار لقلنا لو راح منا شو هدا ولو راح منا قتلى واكدنا فيه ان احنا ولقنا لهي الارض للا ايكس وللا ايجراج وللا زاد للا اللي بيعطينا كيس الطحين للا بيعطينا ربطة الخبز للا اللي بيعطينا ما بعرف شو وللا اللي بارطلنا وبتخف العمالة وبتزيد الوطنية اف شو فيه اشياء بتتغير بس هاي شو هم تحكي انت هاي ان الجزور بدك تقبع السرطان بدك تقبع السرطان من جزوره ما احنا ليه بيعملوا عملية جراحية وبيشيلوا الورم بالاخر لانه البانادول بالاخر ما بيعطي فيد ولا المورفين بدك تشق وتشيل قدي بدك لا عقيمك لا عقيمة ان شاء الله نصلي عقيمة احفادنا يعني تصير اه في كتير بالبلد بيقولوا انه نحنا مخصنا باللي عم بيصير وانه يتقسم البلد او عم يشمطوا باللي عم بيصير او بمطرح معين ما عندهم بقى مشاعر تجاه اللبناني الاخر لو عم بيموت لو عم يستجهد لو شو ما كان لا بمطرح معين انه معتبر انه في ناس مامنة بقضية معينة هني مخصن فيها شو رأيك ليك انا بحترم كتير اختلاف القراء بس مش بهذا الوضع هلأ هلأ صارنا كلنا معنيين لبنان عم ينضرب واللي عم ينضربوا لبنانية واللي عم ينقصفوا لبنانية انا ما عندي اي ميول سياسة واللي بجيحكم علي هو حور ما كتير فرقة معي وما بحيطة فرقة معي بس هلأ ما بقى فينا نقول نحنا مخصنا ما حدا بيحب الحرب انا ما بحبها للحرب انا وقفت لشغل الحرب وانت كمان وكلنا ما حدا بيحبها بس هلأ بطلنا بيظارف نحكي عن انقصامات هلأ مجبورين كلنا نتحد هلأ ما فينا يقول لأنه هيدا فكره غير فكرة بكبه برا هيدا لبنانة هيدا لبنانة اللي خسر بيته هيدا لبنانة اللي هو عايش بالمقلب الآخر مثل ما بيسموه من اذا بدك 10452 وبعدين اذا بدكن هال 10452 مفروض تكونوا كل شبر منه تعتبروه لكن وبيخصكن في شغلة كتير ضرورية انه نفهمها ما حدا بده لحرب وما حدا غاوة حرب كبشر عم نحكي بس اليوم نحنا فيها ما فينا نقعد نقلب على بعضنا بهيدا الوضع ما هيدا اللي عم بيضاعفنا هيدا اللي عم بيأول القوى الخارجية كلها انه تقدر تفرقنا زيادة لانه بتعرف انه جوة بالداخل فيه انقصامات ياريت لمره هيدا عم بحكي عنه الحلم يتحققوا لانه بالوقت الحاضر انه نتحد كمواطنين لمرة بس كرامة هيدا البلد تا ما بقى نخلي الغريب يضل حاطي تقجره فيه لو من بعيد لو تلاقي دا متل ما بيقولوا انا مني مع الاشخاص اللي بيقولوا لك نحنا مش معنيين انا كمان مني على الجبهة وانا ما بدي انزل حارب وانا مش هدفي يتدمر بيتي ولا ينقزى حدا من عائلتي بس نحنا اليوم بهيدا الوضع شو بعمل بتخلى عن الناس اللي بحس حالي انه انا مش معنية فيهون لو تصير معي وما يتطلعوا فيه رح اقبلعها حالي وين الانسانية هون في موضوع انساني صار ما بقت مصالح سياسية كلنا اليوم مع وقفة للنار وكلنا اليوم مع وقفة الحرب وحتى يقال الجهة الاكتر شي معنية كانت مع وقفة الحرب بوقت صارت الاحداث وصارت الاختيالات ليه ما توقفت في عندك عدو شريس ما عم بيوقف حتى لو نحنا عم نوافق ما عم بيوقف شو بترق بضلني عم زقف له بل له ايه اوكي بليز قوسني وانا بحط له العلم الابيض يعني ما هو ما عم بيوقف عليين لحظة استشهاد سيد حسن نصر الله وين كنت كنت بالبيت ونهز البيت بالحزمية انا كنت بالاشرفية نهز البيت وفكرت انو الطيران عم يشتاحنا صراحة لانو الصوت اللي سمعته اول شي كان كان كتير قريب وحسيت للحزة انا حدا على فكرة كتير اعصابي باردة بهالقصص بي عودني من انا وصغيرة لانو بي حدا قلبه اوه ووريتت هالشي عنه وقفت وانا عندي وجهة ازاز كبيرة بالبيت فبتحس كله قلت انا ايه شكلون اشتاحونا هادي اول لانو صوت الطيران ضل على فترة غير الانفجارات اللي سمعت المتعددة قلت شكله فيه اشتياح بالطيران لانو كان الصوت وازيف وربعه وازيف يعني غارات عم بسمع غارات وانفجارات وصوت طيران ما عم بيخلص يعني عادة انت بتسمع مثلا جيدار الصوت مرتين او بتسمع غارة وبتخلص سمعت شي عم بعده مستمر يعني مثل صوت للحظة بتعرف هيك بتغمض عيونك بتتخيل هيك الـ 9-11 يعني كيف الطيارة فاتت بالمبنى حسيت للحظة انه قد مقريب الصوت انه الطيارة رح تفوت رح تفوت بالبنية هل قد كان الصوت قوي وقت عرفت انه هادي اختيال واغتيال سيت حسن نصر ما صدقت بالأول ما صدقت بصراحة بالأول ما صدقت بالأول قلت بلشت الإشعات بعدين قلت برك محاولة لأنه كان في شكوك لأنه أنا براسة أنه مش ممكن أنه اللي عم نحكي واقع مش ممكن السيد ما يكون يعني مثل ما بيقوله حامح ايه اكيد وهو عارف أنه أنه ممكن يكونوا هن شاكين بكتير مطارة خاصة أنه موضوع العمالة قديم يعني مش من هالأيامة بيدزوا وهيدا الفترة كان كتير وبعتقد هيدا أكتر فترة بيّنت فيها أدي العمالة لعبي الدور بتسهيل العمليات من البيجر للتوكي ووكي لكل الأصص اللي صارت لأختي للقيادات كلها يعني شو هال شو هال شو بيقوله أنه هيدا مش خضة كتير كبيرة متل وقت اختيال الرئيس الحريرة هيدا خضة كتير كبيرة للبنان حسن نصر الله السيد حسن نصر الله شخصية حتى أخصامه بيحسبوله حساب وحتى أخصامه بيعترفوا بي تقلو وقيمته وما كنته يعني زالة ميكن عنده متل ما وقت اللي ذكروا أنه رئيس جميل رئيس بشير جميل رئيس الحريرة اليوم السيد حسن عم تحكي عن قامات اليوم بالحق للسياسة بتحبهم أو ما بتحبهم غير موضوع بس ما فيك تنكر تقلن وما كنتن والفراغ اللي تركوه بيستشهادن وبياغتيالاتن فخضة كبيرة للبنان خاصة أنه أنت عم تحكي عن يعني عم نحكي إذا بدأت حكي من حرب تموز لليوم أنت صار عندك نوع من يعني رادع حتى إسرائيل كانت عم تحسب له حساب يعني من وقت حرب تموز شو خصرنا بيستشهاده وهل في شي معقول تربحوا المنطق ويربحوا لبنان من وراء تغيير يعني التغيير السياسي من بعد اختياله لأنه في شي بدو يتغير لك دايما هي نقطة فارقة منه شي عادي دايما وقت اللي بيستشهاد شخصية دايما دغري واحد بيفكر بالتغيير ودغري واحد بيفكر بمرحلة جديدة وأكيد هذه سنة الحياة وطبيعتها ولكن شو هي المرحلة الجديدة هل رح يجي قائد آخر يملي المكان هل متل ما عم نسمع أنه لأ الحزب يمكن صلاحياته خفت ما بعرف أنا من نفيت كتير بها الموضوع بس أكيد كل مرحلة بتخلص وراها في مرحلة جديدة بتجي شو هي بالوقت الحالي ما بعرف أنا بقلك هلأ بحس لبنان كتير مشتت يعني حتى اليوم عم بسمع كتير من الجهات السياسية المختلفة اللي عم تطلع تحكي ما عم حس في خطاب واضح عند حدا يعني ما حدا عم يحكي مثل التاني أول شي ما حدا عم يحكي مثل التاني وما في خطة واضحة لحد يعني في بس شعارات أنا بعتقد نحنا كشعب تعبنا من الشعارات تعبنا من أنه نحنا هيك بدنا ونحنا هيك لازم يصير طيب طيب تزعلي يعني تزعلي على السياسة وقتها يموت أو أنه بالنسبة لك في سياسة وآخر همه لا أكيد لا أكيد برجع بقلك ما قلو دخل التوجه أنا ماني طيب علق بس أكيد أكيد ليه بدقلك شي لماذا أكيد لأنه آخرت النهار الموت على أشكاله ما فيك تشمت فيه ولا تنظر لك شي حلو يعني خاصة عند وقت يكون جريمة قتل أو مجزرة أو حاولة اختير يعني هي خضة بعدين خضة ما بتخصني واحدة خضة بالبلد خضة بوقت اللي معه واللي ضد كان نوعا ما ناطر إذا بدك هيك رد لأنه في عدو شرس عم بحارب بتحس أنه في في شي نهز تحت إجريك بغض النظر خايفة لا بكل صراحة لا أنا إنساني جدا مؤمنة رالف أنا كتير متكلي ع ربي وما بعرف لي وقلت بفيديو نزلته عندي أمل من جو ما تسألني لرغم الضياع رغم التعب رغم أن إنسانه عندي لحظات ضعف أوقات بحسك تقلي تهمتي بس جوة تعطول في بصيص أمل يمكن من وراء إيماني أنه ربنا مشتركنا بالآخر أنا اتكالي ع ربي أنا مش ع البشر أنا إيماني بربي هو فعل هو مش حكي هو أنا شعوري بأنه كل يوم وقت بحكي مع ربنا وقت بصلي بحسه موجود بحسه محوطني مش أن هيك بحسه أنه بيمطرح بيقوله الإنسان وقته يصير ضعيف ويقطع بأزمات ويقطع بقصص بيلجأ لربه أكتر بيصير مؤمن أكتر وقته يكون عنده باور وقوي وعايش أضواء الشهرة إذا بديك وحتى كل شي ومصاري معمنا وكل شي بينسى ربه هادي إجمال أنت بأيا فاكت لا أنا حمد الله عيلاقتي بربي بالسراء والضراء يعني هاي شي ربيت علي وكبر معي أنا ربنا وقت كون مبسوطة ما بوقف أشكره لأنه بعرف إنه بفضله أنا مبسوطة أو عم بيوفقني بشغلي أو أموري تمام وقته كونه ضعيفة أو تعبانة بحسه هيدا الكتف اللي عم بقدر إلقي عليتها قدر أتنهد واتنفس ويمكن أبكي ويمكن أحكي اللي ما بقدر أحكيه مع الناس لأنه هن لا رح يطمنون ولا يمكن أنا رح تطمنون فعلاقتي مع ربنا حمد الله متواصلة يعني منا مراحل بس بس إيه بفهم إنه في ناس يمكن بالضعف بيحسوا تعلقهم بربهم أو حاجتهم قلوا ما بدي أحكوا مع حدا بس أنا عندي إيمان إنه ربنا مشتركنا بس ما إحنا بدنا نمرق فيها إن شاء الله ما بتطول هيدا اللي بقوله ما عندي أي إثبات إنه رح تطول أو ما رح تطول بس عندي أمل إنه في نهاية لكل شي وإنه كل شي من نعيش وحتى السعادة هي لحظات حكينا عن كتير قصص عن لبنان ولكن بهيدا الفترة كمان شفنا كتار من الفنانين يلي اعتذروا عن مشاريعهم الفنية منهم كملوا وجباتهم الفنية ومنهم إليسا يلي اعتذرت عن حفلة ولكن رجعتنا شفناها مساء طلعت بحفلة وقالت إنه بالنهاية هي بقى توصل لسورية لبنان وفي برقبتها عيال وفرقة موسيقية وكل شي إنه مفروض يعيشوا أنت من أي وجهة نظر فنية لك أنا كنت عندي حفلة كمان بفرنسا كان مفروض تتير بـ 18 شهر وأجلناها لجنفير هيدا خيار شخصي رالف أنا ما بدي حتحالي بموقع الحكم هاي بترجع لكل إنسان أنا شخصيا ماني بيمود يعني أنا هلأ حالتي النفسية ما عندي ما عندي الفرح الكافي اللي عادة بقدر أعطيه للناس برجع بقولك عندي أمل ببكرة أكيد وأكيد أنا بزعل إنه أنا وفرقتي وكل فريق عملي نكون قاعدين ببيوتنا بس كمان في نفسية في نفسية أوقات تبقى ماننا جاهزة برجع بقول هيدا خيار شخصي يعني هيدا بالآخر كل إنسان هو بيشوف مصلحته كيف هو بيشوف شو الصح هو بيشوف أنا عاته كيف أنا ماني مخول اليوم إيجي قللك هيدا معه حق هيدا معه حق هيدا بالنتيجة هو الواحد مسؤول عن تصرفاته بس أنا اليوم مسؤولة عن حالي أنا ما حست حالي قدر اليوم إنه سيفر وأعمل حفلة وحتى الجهة المنظمة كانت بتوفقني الرأي يعني حتى الناس اللي هني مقيمين بفرنسا يعني مش إنه عايشين بالمنطقة عنا تيحسوا بنفس الشي بس برضو كمان نتعاطفوا مع اللي عم بيصير معنا وقالوا لي لا معك حق مش وقتا هلأ نعمل حفلات خلينا نأجل الموضوع هلأ ما عمقولوا إنه واحد بد يوقف شغله نهائيا كمان الحياة بدأت تستمر ويمكن نضطر نسافر ببعض الحالات بعدين بعد فترة إذا الوضع ضل هيك لأنه نحنا كمان ما نعيش من شغلنا يعني مثل الموظف يلي ما بيقدر يغيب عن مكتبه وعن مثل الممرد ما بيقدر ما يروحوا يعني بالآخر هيدا شغل صحيح نحنا يمكن شغلنا في فرح وفي احتفالات ونظرا للظروف يمكن في ناس ما رح تتقبلها بس نحنا بالآخر كمانا هيدا شغل هيدا واجبات في ارتباطات بس أنا تقريبا في أكتر من حفلة في لبنان تأجلت حتى في أعراس تأجلت تخيل يعني في ناس عجلت عرصة يعني أنا عند كذا عرصة تأجل وعند كذا مهرجين تأجل عند كذا مناسبة خاصة تأجلت فأنا هلأ بالوقت الحاضر بهيدا إذا بدك بهيدا الجو بهيدا الحالة النفسية أكيد هي والمعارك أي مقاعدة أكيد ما كانت حلوة لحدا أنه يكون عم بيغني أو يطلع يحتفل بالوقت اللي في أشلاء وفي دمار وفي ضحايا تحت الأنقاض بس بمطرح معين أكيد كل واحد بد يرجع لحياته الطبيعية وبرجع بقلك أنا عائلة اشتغلت بعز الحرب كان المسرح ما يوقف وكان متنفس هلأ الحفلات غير شي لأنه كمان الناس المعيشة تغيريت الاقتصاد ووضعنا الاقتصاد بالأرض قبل بيقولولك بالحرب كان فيه بحبوحة باللبنان رغم الأصف ورغم كل الخطورة اللي كانوا عايشين فيها الدنيا شوية تغيريت ونفسياتنا بعتقد قسم كبير من الفنانين هلأ نفسيته تعبان ما انه بيوارد بس اللي بده يكمل عنده ارتباطاته خاصة انه عم نحكي خارج لبنان بقدر افهم ان يمكن فيه اشياء ما بيقدر يأجلها يمكن نعزره معه عالين بتعتبر حالك المؤسرة بحق حالك فنيا بحق طاقاتك بحق مواهبك مش انا مش انا المؤسرة رالف انا انساني مش تهد كتير وبيشتغل ع حالي بس انا انساني من الناس اللي بيتحاربوا ومش عم قولة تلعب دور الضحية اللي بيعرفني بيعرف انه لا بس بكتير مطارح كان ينطرح اسمي وينزح لا ما بعرف لا اسباب بجهلة اوقات كانت تصلي اخبار اوقات ما تكون واضحة الصورة يعني اوقات حسمت كأنه انا بشكل خطر لانه يمكن انا عندي سقافة معينة او انا عندي طاقة معينة او انا بعرف شوي زيادة بمهنت بفضله يكون في شخص في مين يديره في مين يمشي متل ما هو بده صعب صعب التعامل معك انسات على المسرح او بالدراما او باي شي تعرف شغلك كل اللي يشتغلوا معي من بعد ما سمعوا بعض الاقويل لناس غير محبة قالولي منيح اللي تعرفنا عليك وما سمعنا لنعرف ادي حلو الشغل معك اكان تلفزيونيا او مسرحيا او بالحفلات وسمعتها من كذا شخص ما بدي اقول اسامة اما استثنى حدا بس في عن جد ناس قالولي عن جد يا قلين شو حلو الشغل معك عكس ما كنا مفكرين انت انا بحشرية قلتلهم ليه قالولي اللي محبين اكتروا اكتشفت انه في ناس بتحط عاصب الدولي لانه يمكن ما بدا يك توصل لانه اذا انت ضويت بمطرح يمكن تخلهم من ضو مع انه انا بقعتي قد ما حدا بياخد من ضو حدا لانه كل انسان قلو سبوت طبعه يعني انت برنامجك بس عن جد كل انسان قلو سبوت طبعه ما حدا بياخد شي من درب حدا في قلت وفا كتير كتير اكتر ما بتتخيل مش ناك عم نقول اليوم مستغربين نحن انه في عملة فاتوا وخانوا الوطن بالدائرة المصغرة بيقرب الناس لك في قلت وفا بيتكي اوقات بيطلع منك الواحد بتكون انت مضويله العشرة اذا انطفى واحد من قصبيعك يعني بيطلع على الاصبع المدفي ما بيطلع على التسعة المدوين بتكي قلت الوافا ما في قلت لك قديش بتقولي اوقات ياريت مدني بهيدا الدومان وياريت انا بعدت عن هيدا المجال كله سوا لك هي مننا قصة الدومان هيدا بعد البحث والتدقيق قبل كانت تمرق مع الفكرة مع النضج يعني اكتسبت خبرة اكتر وصار عندي اناعة انه مننا قصة الدومان هي قصة مربع قصة نفسية وقصة شبع قدي انت شبعان ببيت اهلك قدي انت متصالح مع حالك اكنت باي دومان اللي كان في كتير ناس بطبعة في ازا بطبعة في نقص وهيدا النقص بدي تكبه عليك بدي تكب فشالة عليك بدي تكب نواقصها او بشاعتها عندك لانه هي مش قدرة تواجه حالا فما نقص الدومان نحن الفرق انه تصلية تضوع علينا مش ناك توصل الفكرة اسرع او بتنتشر اكتر او بتشوفها اكتر الازية بتوصل للناس بس بكل المجالات اللي تلوفى والازى موجودين هاي دي الفترة يمكن بسبب الفن الهابط عم نشوف كترة الاماجات يعني عم ينعمل اماج لا اكتر من فنان او فنانة انت كان عندي كمان اماج لا الصبوحة بتفكري انه تعتمدي مثلا على مسرحية تكون اماج لصباح لدريدة لا ايا حدا بتقدر انت بتغني بعدية لغات وصوتك بيطال عدة اصوات بتفكري بهذا الشي ليك هيدا المشروع كان هو شو اكتر ما كان مسرحية ان شاء الله يا رب نقدر نرجع نعمله وانا كان فخر لقلي شو يعني شو بس اماج اكيد اماج انا فخر لقلي اصلا كن عم كرم فنانة بقيمة صباح اللي هي البلد العربية كلها بتفتخر فيها وبتعتبرها جزء من توراسها ومن سقافتها وخاصة انه صباح بيحقبت حياته كمان قطعت بمسرح روميو طبع روميو اللي رد على لبنان بالفترة اللي هي راحت وبقيت بمصر وما كانت مفكرة ترجع روميو رد على لبنان وروميو فوتها على الأولمبيا وكانت اول فنانة عربية بتفوت على الأولمبيا فاكيد بيهمني لانه اول شي انا بكبر بهالفنانين اللي ربيت على اغنيهم واعمالهم وهيدا اضافة على السيفيل فن طبعي انه انا ينقال بيوم من الايام قالين كرمت هالعمالة او غنت اغنيهم او مثلت سيرتهم ازاتية او 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 هاي اضافة كتير كبيرة وهي شغلة يعني ماريون كوتيار لليوم واتلعب اللي شهرة هو فيلم ادي تبيع فلاموم وخليها تربح اوسكار وفوتها على هوليوود ولليوم هي بتحكي انه هيدا شي كتير كان اضافة لالها وكتار غيرها من الناس اللي اذا بدك جسدوا شخصيات او غنوا لغيرهم او مثلوا بس اي افضل افضل انه تكون انت عم تقدمي اعمالك اغنياتك يلي عم بتكون هت الابوم يمكن عم بتنازليه على اسم ارين لحود ولا اليوم مودة الكفر هي يلي عم تكون انجح او مودة غناء للعمالك هي عم بتكون افضل لانه ما بقى فيه يمكن اغنية بمعنى الكلمة كتير حلو سؤالك رالف وكتير صعب زيت الوقت انه اجي اعطيك هيك جواب جازم فيه يقلك شغلتان نحن اليوم بعصر ما بقى فيه قاعدة يعني ما بقى متلقبل بدك تنزل الابوم ويمكن تضرب غنية او اتنين لانه اصلا كمان عصر الابوم راح مع كل شي ومنى بقى قصة يكون عندك غنية لك لانه اوقات عم ينشير شخص عم بيغني لغيره عم بيصير هو المشهول لانه عم يعمل ترند خاصة مع السوشل ميديا فانا بالنسبة لقالي كل شي ممكن يكون بيشبهني وبيبرزني بالشكل الصح اكان شي خاص لقالي او شي عم برجع بعمله ريميك كوفر او وات افر بس كمان عم يبرزني فنيا ويفرج طاقاتي انا ما عندي مانيا اكان تكريم لفنانين اخرين او اعادة اغنيون او اعمل شو مثل اللي كنا عم نحضره للصبوحة او انه اعمل شي بس شي عن جد كون انا مقتنعة فيه لانه انا مش كلتك كمان انا موسيقية يعني مش حيالله شي بيعجبني نجحت مع مروان خوري قريم ليش ما تكرر التعاملات بغزارة بكسافة تتكوني عم بتقدمي اعمال من من كتابة والحان مروان انا حكيته اكتر من مرة ويقال لي معيك حق انا كسلان وانا بالتهي وانا بسافر دايما نذكريني انا باكتر من مناسب التقيت فيه وقال لي لازم نكرر التجربة وهالديو دايما عم ينطلب مني وان ما كان وفعلا الغنية لليوم ما ضروري دايو بس اعمال منه لانه اعماله ناشحة طبعا وانا قلت له قلت له بدي غنية منك وسمعني كذا الشغل وبدين جاي لا 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 بعد عم فكرلك بشي هيك اكتر بيشبه هيك بس ما بعرف تعرف الحقيقة اوقات بتاخدك انت بتنشغل وهو بينشغل تما كون عم حطي عنه لوم حدا اقول انه حق عليه مش علي انا دايما منفتحة على هذا الموضوع انا كتير بحب شغل مروان مروان او غيره حتى زياد برجي بحب اعماله وفي كتير ملاحنين بحب اتعمل معهم بيوم من الايام ما عندي مانع بس بدك تجي عن جد الفكرة يلي هيك بتحس انه قلبك هتفل بس بدك منتج قليل ولا عندك امكانيات الانتاج لك انا انتجت لهلأ كل اللي عملته بس ما فينا انا استمر بالانتاج لوحدة بصراحة وانت بزروف بلد كمانا كل يوم بتوعها على خبرية بدك حدا يهتم بالانتاج وانا بعرف انه اللي مرتاحين اكتر شين الفنانين اللي وراهم شركة انتاج وقال لا ما بيكون في هالقدة غزار يعني في ناس كل جمعتين عم بينازلوا غنية هولي بش عم يدفعوها من جايبتهم اه اكيد انا بحاجة لانتاج اكيد اكيد جددت مسرحية بنت الجبل مع الراحل روميو الحود العالم توقعت انه يكون في تجديد لأكتر من مسرحية توقف تجديد المسرحيات بغض النظر عن ظروف البلد هل هو سبب رحيل روميو الحود او انت قادرت جدديون كونك مخرجة وعندك الاطلاع وعندك الفيديويات طبعا المسرحيات القديمة ادرت جددين اكيد ادرت وفيه مشروع اكيد ادرت وهلأ صرت ناوية اكتر لانه انا بعرف انه روميو الحود كان عنده افضلية لمسرحية ياسمين يلي اليوم كتير بتشبه وضعنا وما زالت يعني عملت بالتمانينات ياسمين ورجعت انا عملت بالتمنى وتسعين واخدت نفس النجاح بأول وتاني فرسيون وكانت الاحب على قلب روميو لانه هادي خلقة كليا يعني هادي ما كانت ادابتاسيون مثل بنت الجبر عن مايفيرليدي وبيجماليون هادي البابا طبع روميو الحود وحتى بتذكر انه ام تقولي من وراء المسرحية كانت تفكر تسميني ياسمين يعني كانت تقوله انه وقتها بدأت تتجوز ويجيه ولد بدأت تسمي ياسمين فانا بتعزي علي كتير لانه اول شي فيها رسالة وطنية كتير حلوة ولا اكيد مش لانه بالعكس روميو لحود بيضل حي باعماله واي انا بقدر اكيد جدد مسرحية ياسمين وحتى من الافكار اللي واردة عندي انه اعملها تيروق شوي الوضع لانه الانتاج للمسرحة بتعرف قد بمكلف خاصة الغنائة ولكن اي انا صارت من الاهداف اللي حطتها براسي يمكن مش على المدى المنظور بس شو اللي بيمنع انه ترجعت نعمل مسرحية روميو لحود ما بتموت في مسرحيات الجرور ما ابصرت النور كاتبا روميو لحود ايه في مسرحيات في مسرحيات حتى منا غنائية بس انا بفضل روح على الغنائة لانه روميو لحود انشهر نجح اكتر بالمسرح وقت اللي فات على هالمعترك وما كان حدا متوقع انه ابن البيت السياسي يفوت على الفن ويعمل هالنهضة وهالثورة بالعالم الفن اذا بدك ويعمل هالفولكلوروي ويفوت اذا بدك روح جديدة من وراء سقافته الغربية الشارئية بحس انه لازم المسرح الغنائية الجيلة انا والجيل الاصغر ما بيعرفها بس السنة قد من عزمت على مداري سكرمت روميو وسلوة بمسرحياتهم حسيت قدي هيد الجنريشن لازم تتعرف تتعب تروحي على هول التكريمات قرين بتقولي انه بمطرح معين ما فيني ضلنا كل ما بده حدا يعمل اوماج او تكريم كون عم لبي بس انه ستصير حياتي عدعوات التكريمات والاوماجات لك ما فيه يقول بتعب بيفرحني قلبي بس اوقات للأسف ما بلحق بس السنة قصمنا وقتنا يعني في قسم بي راح عليهم في قسم انا راحت لانه عن جد ما لحقنا حمد الله انا يعني كان موسم كتير منيح قبل ما الاوضاع تدهور موسم الشغل وكت عم سافر وكنت اوقات مني هون بس ما فيني قول بتعب لانه هادي لفت كتير حلوة بعدين هادي شغلة بتطمن بعدين نجيل جديد بعده عم بيعلموه بالمدارس وببيوته على الفن العريق لانه علي عم نشوفه متما انت قلت قصص مدون المستوى كموسيقى وككلام وككونتنت واليوم بيمتناول الولاد هالديفايسز بيشوفه شو مكان على التيك توك وعلى السوشال ميديا فحلو انه يكون بالمدارس في تأسيس صح ما بقدر ما روحه ما بقدر ما كون مبسوطه بلعت على تيك توك طلبت يكبسو لك ويشيرو لك انا تيك توك عندي ايها وما بعرف استعملها ما تضحك علي يعني كل 3-4 تشهر بنزل صورة زوروني كل سنة مرة صورة على تيك توك ايه صورة او مثلا ايه مش فهميني شي بتارفنو هنوة بسمعه وقصة اللايف بحس حالي انه مارئ الزمن علي كبس وشير واسد ووردة ومدرشو لا هلأ ما بعرف شو يعني ما تضحك علي ما تلوم المشاهير اللي عم يعملوا هيك ولا بتقولي يمكن قلة الشغل وقلة الانتجات جابرتهم طيطلعوا لقمة عيشهم يلجأوا له هيك وسيرة ما بلوم حدا شرط انه ما يكون عم يعمل شي مبتزل يعني اذا انت عم تعمل شي انا برجع بقولك انا ماني فهميني بتيك توك ولهلأ ما بارف كيب بيستعملوه عن جد ما حدا تضحك علي بس ما بلوم الا اللي عم بيحط content مبتزل او عم بيزغر صورته او عم بيحط حاله بإطار ما بيليق فيه بس اذا انت عم تستعمل اي منبر اليوم تتوسل رسالة تتساعد ناس تتعمل شي مفيد لانه ممكن اليوم انت بالسوشال ميديا تعمل شي مفيد تتوسل رسالة تعتأمل فيها للناس ما بارف تعمل interaction مع العالم على سؤالات بيسألك يون على شي مهم بس انه الاشياء المبتزلة لانه في كم شغلة بتوصل لك اوقات لانه في لينكات بيبعطولك يون بحسة انا انه شغلة تعمل شو معناتها وقت ما يكون فيه مضمون دسم وبيعب الراس اكيد انا ضد بس وقت يكون فيه شي انه عم بتفيد فيه غيرك ليه لا هلأ بيقولولي انه عم يسترزق منه كل واحد هو وظروف وين قليل الحور من عالم الاخراج درست درست اخراج بس ما عم بت ميرسيال لا عملت كليبي وقت اشيله بلان 2019 رجعت عملت هيك كليبي صغير لكريستينا حدات فترة كورونا كمانا كان متل كوفر لغنية اشتقت بحب بحب عبالي عبالي كتير عالم الكليبيت ولا معقول تكوني عم تلاقي حارك بعالم الدراما اي نوع اخراج عبالي كليك ما عندي افضلية الكليب اللي عملته كان شبه فيلم صغير انا ميالي للسينما اكتر يعني عالم السينما عالم هيدا اللي بيجزبني اكتر يعني هيدا اذا بدك نحنا ما عنا انتاج سينمائي بعد انا اعتبر انه بس تجربة سينمائية بيكون شي كتير بتمنى انه تعتبر انه بينقصيك شوية خبرة لا تقدري تكوني قدو قدود ولا لا الحاجة لفرصة وتمويل لا ما بينقصني لانه الحمدلله يعني اكتسبت خبرة كيفية كل فترة اللي كتعم بدروس فيها انا كتعم بعمل استاجات انا الناس ما بتعرف انه انا كتعمل ويركشوب وانا عنديش هيدا اذا بدك الكوتشين يعني انا امن 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 كوتش اذا بدك كي بيسمو اكتين كوتش انا عنديش هيدا من فرنسا كاكتين كوتش واشتغلت ادارة ممثل قدام الكاميرا واشتغلت حتى اخراج غير اللي درستو بالجامعة بستاجات اعملتها مع مخرجين وضمن تصوير اعلانات انا اشتغلت فترة مساعدة مخرج بالاعلانات وهيدا كتير مرنتنا لانه شغل سريع وبدك تكون الفكرة هيدا في المقصير اخر تناريا اللي هو بعد اصعب مع من اكتر شي استفدت بستاجاتي؟ اشتغلت مع ناس تليان اجو فترة على لبنان الارحم بنت عمي اللي كان عندها شركة انتاج للاعلانات بس بفترة كانت هي مديرة احدى شركات الانتاج للاعلانات كانت تجيب كتير مخرجين من الخارج وكانت تحب ان يكون انا موجودة وكتبعدنا بالجامعة ان يكون موجودة تحت ايدهم لاتعلم كنا نشتغل مثل العسكر رالف ما كتتصدي انه كانوا يبعطوا لستوري بورد مع توئيت انا اقول بتعرف على لبنان بتقول اي ام بلا كتير رح تاخد معه ان كل لقطة يقول هاي بلا تاخد دقيقة هاي بلا تاخد 45 ثانية مثل نوع من في المقاصير لاعلان ضلتش جمعة بالفرشة لا قدر امشي ولا قدر اقوم وبدأ نام قدمة فعلا الشغل البروفيسيونال مين اللي الاجانب اللي اجوا على لبنان اللي اشتغلت معهم استفدت معهم اكتر وحتى في مخرجين لبنانيين عايشين بفرنسا اجوا على لبنان اشتغلت معهم كمان تعلمت منهم شو بيفرقوا عن المخرجين اللبنانيين موجودين هون عنا مخرجين كتير مهمين ما ما بدي قلل من قيمة حدا مخرجيننا كتير شاطرين عنا مخرجين لك انا اسد فولادكار من المخرجين اللي استمتعت بالشغل معهم انا اشتغلت معهم مسلسل بدي حيي لانه عن جد اسد فولادكار اول شي شخص بيشتغل كتير على الممثل عنده اقاع وبعدين بيبلع نصه بلع يعني مشبع من القصة بيعرف اكزاكتلي حتى كادريته حتى كي بدي يحط كاميرته حتى كي بده يك تتفاعل انت بيدورك عنا من المخرجين اللي كتير استمتعت بالشغل معهم اصد فولادكار صراحة فعنا عنا مخرجين كتير مهمين انا ما عمقلل من قيمة حدا بس السيستام الاجنبي هو سيستام اول شي كيف بدي قللك يعني على الورقة والقلم بيبعط لك شغلة بتتنفذ على الورقة والقلم هلأ بدك تقللي لانه عالم الاعلانات سريع ومضطر يقدم البروجيت تابعه لانه فيه كلاينت يمكن ومتعب بس لقلنا كان كتير مفيد لانه طلعت انا بعرف كتير منيح شو بدي بعرف كيف بدي نظم شغلي بعرف كيف بدي قطع انا وقت بدي قطع انا هيك اشتغلت كليبه وبتذكر دي او بي صديق اشتاج جمهوري اجا قللي وقتها قللي الايكيب كلها كانت عم بتقول كيف محضرة قدي صرنا شغلين مع ناس كيف جينا بتكب بالقبرة كان صعب عليك تكوني دايركتور وبنفس الوقت صعب لانه كان في كتير ممثلين اول شي انا عملت فيلم صغير يعني خمس ست دقايق تقريبا وكان في كتير ممثلين عالسات بدي ديرهم بدي ركز على مشاهدهم بدي اعمل مشاهدة وبيدي اعمل الليبسينك ومعي اكيب طويلة عريضة كناش يميد شخص عالسات يعني بين كومبارس وبين الممثلين وبين اكيب تكنيك بس اديكت مبسوطة ليش اتعاونوا هالممثلين مع قلين قدموا حالهم بدون ما يسألوا اول شي لانه اصدقاء وانا بشكرهم عالسقة لانه كمانا انا الجو اللي حضرتهم في اللي قلتلهم فيه شو بدي كل واحد كان عارف حاله شو بده يعمل رالف يعني انا بعطت للكل التاسكس طبعه ما جيت اخي ارتك قلتلهم ليك وتعون ارتجي لهيك وبعدين كلهم بروفسيونال فعلا كل واحد عامل شغله وزيادة انا بعتبر فانا بشكرهم عالسقة يعني وسقو فيه يمكن لانه شايفوا انه انا عن جد محضر عني فيه اشخاص طلبت منهم ورفضوا لا صار فيه ظرف واحد بس انه كان مفروض بديع بو شقر يكون معنا وبديع اكتر واحد بيقول ايه ضغري بدون ما يسأل بس كان مرتبط بتصوير حرام ما قدر روما تلبيني دوري سمراني فلا الحمد لله بس الباقي كله بدون تردد ما حدا قل عن جد وبشكرهم عالسقة لانه اتوازي ريسك بالنسبة لانه بيعرفوه قلين بتغني وبتمثل بس مش شغلين معها كامو خرجة وحتى الاكيوب تكنيك كلهم برو بيشتغلوا مع اهم الاسامة يعني كانوا كلهم كتير مبسوطين لادري اجا قللي دي او بي كلهم كانوا عم بيقولوا شو منظم شغلة مش معقول شو بتاع يعني كل شغلة كانت مدروسة ما كان فيه دقيقة ضيعنا فيه وقت من هون قلتلك الخبرة اللي كسبتها من الاستاجات اللي عملتون حسيت انه بعدنا حملتها معي بس اكيد ما بيمنع انه في كتير اشي يجب انتعلمها ما عندي مانع ابدا نطورها ليش زعلاني عنين لحوضوا من الميركس دار لا مني زعلاني كتير الموضوع اخد ضجي وخلق بلبلة انا في مقابلة نزلت قبل ما ارجعت لقى بدكتور زاهي ودكتور فادي انا بوقتها صار شي نهار الحفلة كان له دخل بتكريم روميو وعرفت ان صار في سوقتة فيهم مع عام تالي كانت ضمن اللجنة بوقتها انه كان مخصص فقرة هايمل حالك ما معك خبر بس انه اوكي لا تذكرت الوش بتذكر انه انا لانه انا تلاقيت الخبرية يعني ما كنت عارفة تفاصيل انه كان مخصص يصير فيه تكريم خاص لروميو ومرأ روميو من ضمن تلاحي ناس اكيد كلنا منحترمون بس انه حسيني هيك مرأ مرور الكرام وصار فيه زعل بوقتها بس المقابلة عملا انه صار فيه اماجو انت غنيت اكيد وانا غنيت وكتير مخصوطة وطوني عيسى كمير طبعا طبعا وكان ديو بياخد العقل وكانت لحظة كتير حلوة بس المقابلة اللي نزلت كان خلاص صار نحل الموضوع من بعدها هي اللي رجعت عملي هي تسجل يتقبل وصار فيه من بعدها بلبلة بس انه انا ما في زعلها لانه زن زعلنين ما بعرف صراحة انا لك ما عندي انا ما بوقف كتير عند هيدول القصص وما قلل جليد كتير فوت بقصة قيل وقال وزعله وتصالحه انا عندي محبة يجي كل العالم اللي بده يزعل خاصة انه الميوركس يعني انت كان عندك اكتر من انا اخذ تلاتة ميوركس تلاتة ميوركس يعني باللجنة عنصر الاساسية وانا حتى مشاركة بحفلات للميوركس مني انا كون لربحان يعني يا كرم حدا قدم جايزة حتى وطلع غني بافتتاح الحفلات انا كتير بحبهم الدكاترة وبعزهم وبحترمهم وهذا مهرجان بالنتيجة بيرجع هيك بيعيش لبنان وبيعيش السياحة والفن انا من جهتي ما في زعل ابدا يعني صافية اكيد انا من نسبة لقلي لا انا بريت تصديق حتى بتذكر حكتنا السي بادوري اللي هي الاتاشيدو براس وصديق تيت وبزيت الوقت هي يعني كمان اتاشيدو براس تبع الميوركس دور قلت لها السي هدي انترفيو قديمة وبتذكر انه هي رجعت وضحت الامور انا صراحة في اشيه عن جد بتاخد حجم اكبر من ما هي انا من نسبة لقلي قلبي صافي من كلها النواحي بحبهم وبحترمهم والله يوفقهم بكل شي عن جد يعني هول المهرجانات بتعتبريهم حاجة اساسية للبنان اي بس بتمنى عليهم انه يعملوا مثل ما عم يعملوا بالجوي اوورد يكون في نوميناشن يجوا كل الناس نكبر عقلنا لانه مثل الشاطرين عم بيروحوا على الجوي اوورد ليش بس عم بيروحوا ما بعرف بلا بعرف خلينا نوضح لا بس انه تانعرف ليه صعبة بالبنان ونعرف ليش هونيك كتير هينة لانه العنم اشعة انه هونيك الامور هينة كتير وانه هوني ما بتزبط بس برافو عليهم انا بهنين بس ليه لاه ما بعرف يمكن نحن ما بتعرف انه الفنانين بيتقاضوا سمن وجودهم طيب بس ما هون كمان مش عم يندعوا ويهتموا فيهم عم يندعوا بس ما عم يجوا لانه ما بيقبضوا طيب بس بالميراق باردون بالأوسكار ما حدا بيقبضوا كله بيجي برا سقافة برا انت بتعرف انه سقافة برا كتير مخترفة بس برضو بديقلك شي برافو عليهم بجوي اوورد كيف قدرين يجيبوا الكل يقعدوا ينطروا يقبلوا انه ما يكونوا هن الربحانين برافو عليهم ما عطيه مئة ألف دولار لكل فنان هلأ بيجوا هلأ كلهم عم ياخدوا مئة ألف دولار بس ألي ما بعرف صدقني ما في نقول عن شي ما بعرف بس انا ام نيتي كل هالمهرجانات اكان بياف او ميوريكس او اي مهرجانتين اذا في مهرجانت او ما فيه انه نوصل لمرحلة الكل يجي ويزقف لغيره حتى لو هو مش ربحان ما علي حلو حلو هاي كمان نوع من كبر يعني كبر هي الوحيدة اللي كيت تعمله هي صباح كيت تروح وتزقف كل حفلة كل حفلة ميوريكس ايه تعالى هلأ قم تحكي انت عم تحكيني عن الكبر ايه عم قللي انه وين كان موجود الكبر يعني تعرف شغلة فقدنا مع احترامي رحيز على كتير عالم بس في كتير ناس مشهورة بس ما بق فيه ناس كبيرة يعني في كتير ناس هلا بيصنفون كلاس اي وكلاس رح يعمل الزمن اسمي نقول عنهم ارزات مثل وديع الصافي مثل سلوة مثل صباح مثل فيروز يعني هول اسامي اللي نحنا منعتبره يعني ما بينمسوا بجيوب بصراحة نو ولا حدا ليش لأنه في كتير مسكنة لأنه في كتير خبسانة لأنه في كتير ناس بلشت بلشت نو فرضت حالة ما عمقول لا بس ما فيه اساس متين وفي كتير اللي تأخلي وفي كتير نشر غسيل في كتير في كتير في كتير فيكنس بعتذر يعني كتير ليل الحقيقيين وحتى اللي صوته حلو في شي مخبه بلشوا بلشوا نجومنا يفقدوا وهجون مع العمر لأنه عم بينزلوا أعمال ما زالوا بينزلوا أعمال ولكن أعمال ما كتير عم تنجح دايما مش بس هيك فيه تبهبط كتير يعني ما حدا قبلين بعمره وما حدا قبلين بأنه يفل من الصورة هو وبالبيك بدنا نضل بدنا نضل بدنا نضل لو شو ما كان لو تشارشحنا لو تبهدلنا لو لا باللبس ولا بالحديث ولا بتنقية الأغاني ولا بتنقية الحفلات ولا بالشكل فيه إشية ما بقت مقبولة أنتو وصلتو لمرحلة عملتو إسم فرطتو حالكن ما بقى عنكن شي تسبتو زيحوا من الصورة تتضلكن بعيون اللي حبوكن والمعجبين فيكن كبار وآيقونات إذا فينا نسميكن هاك تستغربة لما بتشوفي مثلا فننات بالستينات من أعمارهم بآخر الخمسينات ولكن ما زالوا بيربسوا لبس كأنهم عمرهم ثلاثين سنة أو لاجينج جلد أو تييب مثلا ما بتليق فيهم لا خبرك خبرية أو بيحاولوا يتصابوا أنا أمي راحت من هالدن كان عمره 54 سنة أنا كانت صبية وأمي كانت معروفة بمشقتها وبطولها وبالجسمها وأمي صبية يعني وحد كتير محافظة على حاله وكان رشيء ورياضية والبدكية كان دايما عندها هيدا الشي اللي كنت احترمه فيها وبتذكر وقت حكينا عن بنت الجبل لقدت لها مام ليه ما بترجع بتعمليها قتلة بدي أنت تعمليها أنا ما بق فيني نط وفزه تعمل مامي بعدك صبية قتلة بس قدمان كان حلو واحد يحترم هاي بتو عمره وأنا برضو عم بحكيك يعني أمي كانت صبية وأعتبر وبردو كانت تحترم أنه هي بهالعمر في لبس معين في قدق معين في دور معين أكيد في أشياء ماش منا مقبولة بدك تعيش عمرك وعمر يعني في منهم أنا كنت ولد وقتا كنت أحضرون صاروا من عمري هلأ أنا رح سير أكبر منهم مش معقول يعني أنه كنت أحضرون وقتا يقولولي فوت نامي بكرة عنديك مدرسة هلأ صاروا من عمري لا بدنا بدنا نحترم عمرنا وبدنا نعمل شي نبرس فيه العمر اللي وصلنا له النجل اللي وصلنا له أنا ماني ضد واحد يرتب حاله ويحافظ على رشاقته وترتيبه ويكون حلو وهيك بس أنه أنه ما فيه مين من هول الفنانين كنت تتمثلي فيهم كنت تقولي عبالي سير مثل هاي ده ولا حدا ولا حدا ولا حدا ما بحيات ما بحيات تمثلت بحدا ولكن كنت معجبة وما زلت معجبة ببعض الأشخاص اللي دايما بيقول لهم بتعطوني طاقة يعني فيه ناس مثلا بيعطوني طاقة بيحمسوني بيكونوا نوع من inspiration بأشي مثلا مثلا كارول سماحة كارول سماحة البركور تبعها لأنه كارول مخرجة من نفس الجامعة كمسرع غنائي وكبعدين هيك حفلات يعني بحس هيك أنه فيه اشي يعني إذا بدك بتشبهني بشبهها فيها لأن هي أكبر مني بس أنه بستوحي إذا بدك أكتر بس ما في حدك تقول بدي سير مثل الله أنا كتير عندي أناعة أنه كل إنسان عنده شخصية قدريت تنجح كارول أكتر من ما أنت قدرتي تنجحي هلا ما فيش كارول انتشرت أكتر عربيا بعدين كارول بحكم إقامتها بمصر ووراها كمان في شركة كان إنتاج وهي بفترة قبل السوشال ميديا هول الفنانين اللي فرضوا حالهم قبل السوشال ميديا بحس أنه سبتوا نفسهم أكتر فهلأ السوشال ميديا صارت بلس لقلهم يعني ساعدت وأكيد ما فيش مع مسرح الرحبان كمان بوقتها كانت أهيان الأمور ولا اليوم لا كانت أهيان قبل كانت أهيان قبل لأنه أول شي ما كان فيه عدد أكبر كانت محصورة أكيد محصورة أكتر وكانت الناس تتوجه علينا أنا بروح على المسرح تأحضر هيدا أنا في عندي ثلاث أربع قنوات بحضرهم هون ما عندي هلأ هالكترة السوشال ميديا والتلفزيونات والفضائيات والويل 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 والناس ما بقيت لا تروح تحضر مسرح ولا تروح على السيناء وصار عندك نتفليكس وكل هالأصص لا كانت أهيان أكيد قبل وكانت المنافسة أقل من هلأ لأنه العدد كان أقل وكانت الناس انتقائية أكتر وكان عندك جمهور نخبوي أكتر عندك الناس المثقفين اللي بتحب تروح تحضر مسرح بتحب تسمع أمسي شعرية بتحب تسمع ميزيك بتحب فنانين لبنان قرين ولا بتطلع بتقولي إنه شو اللي عم يطلع يعني مثلا إريسا نوال الزخبي هيفا وحبة نانسي عجرام في ناس بحبها أكيد ما فينا نعمم ما فينا أقول لك ما بحبهم لا في ناس بحبها في ناس هني كأشخاص بي نحبوا بغض النظر إذا أنت مش ستيل موسيقى اللي بتحبها بس في ناس هني لك أنا كل حدا أنت بتحبها هيفا وحبة كتير مرة أنت التيري إياها كتير كتير بحبها غير أنه أنا وياها نفس البرج يعني بس كتير بحبها كتير بحسها حقيقي أول شيء كتير بحسها حقيقية له هيفا وكتير بحسها زكية هلأ إيما أنا أطرت نقول أنه زكية الناس كلا بتعرف بحب قدي حقيقية هالمرة وبحب قدي هيك شفافة وما في ماسك يعني مرة عنده كتير ثقة بحالة وقوية وبحس أنه مرة من عذاب كتير كبير عملت اللي عملته وطلعت وصارت وثبتت حالة هيفا هي الوحيدة يلي فيها في بلا الجمهور أنها تظل عم تتدلع وتظل عم تصغر وتظل عم تلبس قصة يونج أكيد أكيد لأن هيفا هيفا هي حدا هي ظاهرة مثل ما ماريلين منرو كانت ظاهرة وهي ولا مرة عفكرة بس ديقول شي هيفا مسلة خطيرة جدا هيفا أنا حضرت لها كذا مسلسل مخيفة شو بتمسل حلو بس هيفا كإنسان ما فيك ما تحبها أنا حضرت لها مقابلات صرت بتحكي حكي كتير موزون كتير تقيل كتير كتير فيه عمق هيفا إذا بتحضرها بمقابلاتها ولا مرة في محن ودلع الدلع تبعها بتستعمله على المسرح لأنه هو بارت من شخصيتها ولأنه هي مانا أم كلسوم وهي آيلا دا الشيان حالة مانا طالعة تغني موشحات وأدوار وهيك بس بمقابلاتها ما فيه أركز منها يعني ولا مرة بتسمعها هيك بترفع صوتها ولا كتير مو قابلاتها في يوم الرصاني وفيه زكا بجواباتها وبعدين حدا متصلح مع حاله معارف حاله بتعرف هي شو بتعرف شو الإفة طبعا أنا بحترم الناس اللي متصلحين مع حالهم وبعدين ما حدا قلو يحكم على حدا من يوم مين بتقولي ياريت بعدك عايش بهيد الأزمة اللي إن إحنا فيها أو بعدك عايشة لتوصله صورة أو اسم لبنان أو صرخة لبنان على العالم بعتقد أنك بتعرف الجواب روميو سلوة روميو سلوة لأنه بهيك مواقف ما حدا قدن عمل للبنان سلوة كان فيها تنشهر وتصير داليدة تانية للمرة الجزيليار بقولها رفضت بعز الحرب تتضل بلبنان إجوا من فرنسا تأخدوها وروميو لحود عاش بفرنسا أكتر من 15 سنة ورفض الجنسية وأول شخص فت على الأولمبيا وأول شخص برام العالم وأكتر شخص بيعرفوه أهم فنانين العالم وفيت على بيوت وأسورة كل الملوك وعمل أهم الحفلات وبالآخر ما كان بده غير لبنان وكل رسيله بكل أعماله وبكل أغنيه إلى دخلة بلبنان ياريت روميو سلوة من ما يلي بقول نيالهم خلصوا من كل هالقرف اللي نحنا فيه ومن ما يلي بقول ياريت بعضهم لأنه ما حدا قدن قادر يوصل رسيل هالقد بتخدم الوطن أكتر من الرحيبن ما في شك كمان الرحيبن الرحيبن مثل ما بيقوله صورولنا يعني بتذكر مرة في مقابلة لزياد الرحبان وكان موجود الله يرحمه أستاذ منصور قال له قال له هيدا شو لبنان اللي رسمتولنا إيه أنت وبي بتذكر كان وجاوة بوقتها أستاذ منصور قال له هيدا شو اللي رسمتولنا إيه عيشتونا ما في شك أنه الرحيبن وروميو وزكي نصيف وقديع الصافة وكل هالكبار هولي كلهم منستفقدلهم لأن هولي لبنان هولي البعضنا اليوم عم نغنيلهم أغنيهم ونعيد أعمالهم ونتذكر مقاطع من مسرحياتهم أو أشعارهم أو أصيدهم وين إني اليوم شو اللي أغاني اللي عم نسمعه شو الفن اللي عم يتقدم أكيد أكيد هني وكتر شو الدور ألين أو الشي اللي هلأ بيردي لك غرورك وطموحك دور تمثيلي دور أو أي شي أنت شي يردي لك طموحك أنا بحلمي أكيد يرجى المسرح الغناء رالف أنا هيدا ملعبة المسرح الغناء ملعبة المسرح الغناء التقيل هيك أو حفلة ضخمة كبيرة هيك فيها أغاني من الأغاني المعروفة مع أغاني جديدة بس تكون كلها تقيلة وفيها رسائل إنسانية ووطنية وحب وتفرج صورة لبنان السقافة اللي فينا نبرم في العالم يعني ننطلق من هون ونعمل تور بالعالم هيدا من الأحلام اللي عندي إياها أو مسرح غنائية كمان في من وراء رسالة وقضية مش ضروري نحك فيها بس عن الحرب والمقساة لا نحك فيها عن هالبلد اللي بيحمل طاقات اللي بيحمل سقافات اللي منفتح على العالم كله يا ريت يا ريت أنا كتير بقشع كبير كتير بشوف مسرح كبير كتير بشوف كونسار كبير بس معبا يعني مش بس حدا واقف وهيك مع تفاعل مع الناس مع أوركاستر كبير يمكن مع فرقة رأس مع مشاهد حلوة بتذكر باللبنان الأيام الحلوة مع لبنان اللي بنتأمل أنه يرجع مثل ما كان قبل الحرب أنت من أبناء الفنانين يعني العائلات الفنية سبقت الأجيال هلأ الجديدة اللي عم تطلع أولاد الفنانين يعني أنت فيه ويدة يمكن فيه زيادة الرحبانة إكسبسيون فيه كم اسم ولكن اليوم عم نشوف كتير أولاد فنانين عم يدخلوا المعترك الفني شو الفرق بينكم وبينهم وكيف بتشوفيهم لك الفرق السوشال ميديا سهل وصولهم أكتر لأنه مثل ما قلتلك اليوم بيحكم أنه بيتصوروا مع أهلهم بتطلع الصورة أهلهم بيسوقولهم أكتر مش غلط أنا من نضد شرط أنه يكون عن جد بالمطرح المناسب مش بس لأنه بيه أو أمه فنانين لازم يكون هو معروف إذا عنده طاقة أو عنده موهبة ليش لا بس أنا مع أنه ما يتكلوا على شهرة أهلهم هاي أناعتي هلأ بعدين كل واحد بيعمل خياره يعني ما يتكلوا بس أنه بيه معروف أمه معروفة خاله معروف واتأفر يتكلوا هني على قدوراته نيسبته يخلقوا لحاله خط يخلقوا لحاله هوية طيب ما يضل كمين كل الوقت في مقارنة لمين بتقول ليبقتلك أو ليبقتلك ولمين بتقول شف لك شي شغلة تانية تعمله ما عم يجي على راسي حدا هلأ ما في شك ابنه لعاصل حلينه صوته كتير حلو وليد يعني شرط أنه أكيد يخلق لحاله يعني إن شاء الله هلأوه بعده الزغطور والطريق قدامه بس لأنه عاصل نجم كبير يعني طيب ما كمين يطغي شهري تبيه دايما نعليه الأكيد ما في شك بدي يضل في مقارنة أنا بعيشة كل يوم يعني بس صوته حلو الصبي وأكيد يعني إذا استمر واشتغل على حاله وتطور أكيد عندهم مستقبل مين مش ليبقتلك ما بعرف ما في حدا عم يجي على راسي يعني في ناس أصلا يعني يمكن جربوا ومكفوا ما عم يجي على راسي صراحة حدا ما بعرف أنت قبلك تقول لي أسامي ما بقى صراحة ما بعرف ما في كتير في منهم مشهورين من وراء أهليهم بس ما بيغنوا مثلا هو اللي يمكن اللي أوقات أنه ما بعرف أنه هلأ برجع بقلك في شكلتك السوشال ميديا عم تشهر مين مكان أصلا ما وقفت بس أولاد الفنانين يعني أنا بفضل أقول لبعض الناس اللي عم ينشهروا من وراء وعم ينعملوا نقيمة بالبرامج أنه هول يتضبضبوا شوي خاصة وقت يكون في تفاهة يعني هاي دول اللي أكتر بفضل أنه يزيحوا من الصورة خاصة إذا ما في مضمون يعني اليوم صاروا اللي بيبيعوك مدرشو بيعملوا شعارات صاروا مشهير بيبيعك تلفان وبيبيعك مدرشو اللمبة وبيبيعك صاروا بيعملوا رديات إيه أليل نحنا وصلنا لختام حالتنا أطعب سرع أنا بدأت شكر كتير وجودك معي حكينا يمكن عن لبنان الجريح وحكينا عن الفن الجريح وحكينا عن كل شي فعلى أمل أكيد اللقاءاتنا تتجدد مش أول مرة بتكوني ضايفة على سبوت أن ولا آخر مرة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر